أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني لمشروع حدائق تلال الفستاط باعتبارها من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط في موقع مركزي بقلب القهرة التاريخية وتستهدف الدولة دخولها حيث التشغيل في أقرب وقت وخلال لقائه لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفستاط استعرض مدبولي أعمال تطوير منطقة النادي المصري القاهرية وساحتي ومسجد عمر بن العاص لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة